أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق سامرابية أن قناة السويس شهدت على مدار أكثر من 150 عاماً العديد من الإنجازات وتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي يمر من خلالها أكثر من 12% من إجمالية حركة التجارة الدولية فضلاً عن وقوعها كشريان حيوي في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس على مدار أكثر من 150 عاماً شهدت قناة السويس العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي تمر من خلاله أكثر من 12% من إجمال حركة التجارة الدولية فضلاً عن وقوعه كشريان حيوي في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية غير إن أهم التطورات التي تشاهدتها قناة السويس منذ تأميمها عام 1956 كان القرار الذي أصدرته سياداتكم بحفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر لتحقق إنجازاً تاريخياً يسمح للسفن باختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط كما اتضحت سماره المباشرة في تحقيق قناة السويس لزيادة متواصلة في الإرادات وصولاً لتحقيق أعلى إرادة سنوي في تاريخها وذلك في العام المالي المنقضي 2021-2022 ترجمة نانسي قنقر